أخرج من هنا وتوجه إلى المنزل هكذا كتب ريتشارد هيريك لشقيقه التوأم رونالد محذرا إياه من المضي قدما في استئصال إحدى كليتيه ليهبها له فيمنحه حياة أخرى لكن رونالد رد بقوله إنني هنا وسأظل كذلك لتمتهي المناقشة بينهما داخل المستشفى بإجراء أول عملية ناجحة طويلة الأمد لزراعة عضو بشري في العالم كله قصة كتبت تفاصيلها في عام 1954 وفتحت الباب لحديث طويل عن القيم الإنسانية والسامية التي ربطت بين الشقيقين لكنها تحدثت ولا تزال عن التطور البزهل الذي أحدثه الطب حينها على يد الجراح الأمريكي جوزيف موراي الذي تمكن من تحقيق نجاحات مستمرة في زراعة الأعضاء وفي عام 1962 نقلت كلية من شخص متوفى لآخر حي واصبح موراي من رواد زراعة الأعضاء في العالم وحصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990 ورحل عنها في عام 2012 عقود طويلة مرت على تلك الإنجازات التي تحققت وتناقلتها صحف العالم ومعها صحفنا العربية لكنها كانت تنقل عالما موازيا امتد ولا يزال جنبا إلى جنب مع تلك التفارات الطبية حيث التشريعات القانونية والفتاوى الدينية التي تأرجحت بين من يرى أن الإنسان لا يملك جسده ولا يحق له أن يتبرع بأي جزء منه سواء كان حيا أو ميتا ومن رأى جواز ذلك شرعا إذا توافرت الشروط التي تبعد هذه العملية عن نطاق التلاعب بالإنسان وتنقى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى وبين المسارين الطبي والفقهي كانت القوانين المصرية غائبة عن المشهد حتى صدر القانون رقم 5 عام 2010 الذي نظم عملية التبرع بالأعضاء بما فيها التبرع بعد الوفاء مؤكدا بالنص أنه يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي في جسده أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بهذا الأمر قبل وفاته بوصية موثقة لكن ذلك لم يمنع من تجدد الجدل حول القضية برمتها مع ظهور حالة جديدة تتكئ في تصرفها على ما أقرته القوانين وأجازته بعض الفتاوى الدينية فما الذي نحتاجه في هذا الإطار وهل قانون عام 2010 بحاجة إلى تعديل؟ وكيف يرى المهتمون والمتابعون خطوة توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في الشرق الأوسط وقارة إفريقيا؟ وما الذي تضيفه إلى هذه الساحة الدقيقة في تفاصيلها وزواياها؟ ترجمة نانسي قنقر